اشتركوا في القناة الاجراءات المؤلمة اللي بدأت اتخذ والاصلاحات المطلوبة رح نحكي بهذه الامور نحن وياك بس لأ الانهيار والشيك هكذا قال وفد البنك الاوروبي بعد البنك الدولي والاصلاحات باتت ضرورية وربما تكون مؤلمة ولكن البديل منها مؤلم أكثر الموازنة تحمل تخفضات في النفقات فهل تكون واقعية هذه المرة أم مجرد أرقام على ورق خطة الكهرباء أول الغيث في الإصلاحات فهل تتحقق أخيرا ويتم توفير الهدر الكبير على الخزينة البلاد أمام خيارين إما الانهيار أو الإصلاح ولكن هل يطاول الإصلاح فعلا مكامن الهدر والفساد الحقيقية أم يطال فقط جيوب الفقراء أهلا وسهلا فيك أستاذ أمتوان فرح بصوت لبنان منقول للمستمعين كمان أنه فينون يتابعونا على صفحتنا على فيسبوك مباشر بوست أفلبانون 100.5 يعني سمعنا بهاليومين الماضيين كتير يعني من وفود دولية البنك الدولة والبنك الأوروبية حتى وزير المال رئيس الحرير كلهم يعني في تحذيرات شوي أكتر من قبل أنه صرنا على حفة الانهيار صحيح هل صرنا هالمرة مزبوط لك هلأ هو أولا يعني خلينا نقول أنه كل الوفود الأجنبية اللي اجتعى لبنان كانت عم بتحذر من الانهيار وعم تحكي بموضوع كتير أساسي هو الوقت يعني التايمينج الوقت كتير حساس يعني نحنا كنا من سنة وسنتين بلش عنا مشكلة خليني اسمحيلي أعمل توصيف يعني نحنا عنا مثل مريض فات على مستشفى وكان وضعه قابل للعلاج بسبب أهمال الطبيب أو عدم معرفته عن قصد أو عن طريق قصد تدهورت حالته وصلنا اليوم لمرحلة وهذا تشبيه يعني إذا بدك يمكن يكون واقع وصلنا لمرحلة صار هذا المريض قابد يبطروله وإجروا قابد يروح على الموت يعني هالأدوض عنا صعب صار علينا نختار ومشان هيك لما نحكي عن إجراءات مؤلمة نكون عم نحكي عن إجراءات مثل ما قلت حضرتك يمكن تكون بحساب جيوب الفقراء فعليا بس البديل تبعولها أصعب كتير يعني والمشكلة إنه التوقيت يعني إذا عندك مريض هادي حالته ما بيكون التوقيت مناسب إنك تحس بالطبيب هلا أنت بالقابل وبدك تنقذي الطبيب ببدك تنقذي المريض وبعدين بتشوف يعني كيف تحس بهالطبيب للي هو أسر وهو أسر لهن والمشكلة الأكبر كلما طولتي كلما صار الوضع أصعب يعني إذا بديك تروحي إجر بكتير بديك تروحي إجرتين للمريض بهذا المعنى بهذا المعنى نحنتقل لأرجاء أحكي عن الاقتصاد لبناني سلنا سنتين ثلاثة عم نتراجع وكل عم بيحذروا من إنهيار وكل قد ما حذروا من إنهيار صار في ناس إذا بديك بطلوا يصدوا يعني صاروا يعتبروا أنه كل يوم تروحينا في إنهيار ما في إنهيار وما في شي وماشي الحال وديما بقول أنا إنه إذا طولنا لحتى نوصل للحفة مش معناة مش رح نوصل على الحفة نحن اتجاهنا راحين نحو المهوار وبعدنا مشين نحو هلأ اللي بدي أقوله هون بس شغلة وحدة إنه الإنهيار مش محتوم يعني بمعنى إنه نحن اليوم فعلا صرنا قدام مرحلة لازم ناخد فيها إجراءات وموجعة وموجعة للناس بس قد ما تكون موجعة وهذا يعني مش منطق بيحبون الناس ملاح تكون موجعة قد ما أنه نترك الوضع متل ما هو ونوصل للإنهيار شو يعني إنهيار يعني نوصل أولا نقول الدولة فلست أولا نقول إنه الليرة نهارت وهالمرة مش عمدنا نعمل إعادة تقييم للليرة أو إعادة تسعير هالمرة إنهيار يعني هالمرة بتفلت وما منعرفة بتوصل عكل الصعود وبينحقها يمكن إفلس مثل كرة السلج ويمكن ينحقها إفلس وما كنت باتخذ إجراءات مؤلمة عم بتحاول تتحشيها ووصلت لمرحلة صارت الإجراءات مكلفة أكتر وأصعب وصار لابدنا نحنا اللي وصلنا لهون يعني معروف فيه هدر فيه إلى آخره نعم لكن يمكن فيه ظروف كما بالسنوات الماضية إقليمية وتضافرت صحيح؟ أكيد يعني مثلا موضوع النازحين واحد منهم موضوع الأزم السورية نحن نعرف إنه وقت اللي بلشت الأزم السورية بلشت فعليا الأزمة المالية تبين والأزمة الاقتصادية تبين بلبنان نحن وصلنا اليوم إذا بتلاحظي كل الكل بيجمع إنه إحنا إنا مشكلة واحدة اسمها المالية العامة كويس بس ما هادي مشكلة المالية العامة بتتفرع على كل المشاكل التاني بتفرع على مشكلة الفساد والتوظيف بتفرع على مشكلة الكهرباء اللي هي فضيحة الفضائح اللي ما عم يعرفوا ليصلوا له على حال بتفرع على تضبيط تنظام التقاعد بتفرع على التهرب الضريبة يعني ما فيك الضبط المالية العامة إلا ما تكوني فضيحة على هايدي الموضع كل هالماليثات كلها بتفاصيل شو هي البنود الموضع كل هالماليثات صحيح بس نحنا هلأ صرنا فينا نقول إنه صرنا كأننا تحت وصاية يعني البنك الدولي والدول المانحة نعم برقبونا بكل خطوة يعني هني بعضهم عم يعملوا تحذيرات يعني هني اليوم ما عندهم وصاية هني بصير عندهم وصاية إذا أعلننا إفلاسنا وهي بتصير المشكلة الكبيرة لأنه نحنا مش مثل الدول التانية التي عندها كروض خارجية يعني بتسفر الكروض طب أولا بتقول أنا أعلنت الإفلاس وتعيا بونك دولي وتعيا صندوقنا تعقوا ساعدوني شوف كيف بدي ما في بقى أسفى عديوني نحنا مشكلتنا إنه إذا أعلننا إنه الدولة غير قادرة على الدفع معناتها أعلننا لكل الناس ولكل المضيعين إنه ودائعهم بالمصارف صار بطل فيهم يخدوها وهنا كارسي كبيرة وبالتالي خيار الإفلاس يعني ما منتمتع فيه معنا يقول لأنه هذا السيناريو الأسوأ سيناريو الإفلاس كيف بيكون يعني الدولة أولا لسمحنا أن نصل لهم يعني هي القصة كتير بسيطة إذا الدولة بكرة أعلنت إنه هي ما قادرة تدفع ديونها أنت بتتذكر إنه لما وزير المالية يحكي كلمة عن جدولة الديون شفت كيف احتز البلد وكوين صرنا فيه إذا أعلنت الدولة إنه هي بطل وصلت لمرحلة وهذا بيصير أمر وارد لما بطل فيه مواد إنه ما قادرة تدفع يكون هذا هو الإفلاس وهذه هي المشكلة وبتعرف إنه أولا مصريات الناس بالبنوك يعني ومصريات البنوك عند الدولة وعند القطاع الخاص للي هو كمان هلأ مجمد ما فيه كروض عم ينعطى وحركته مشلولة وبالتالي كل هالأموال اللي منحكي فيها اللي هي بحدود المئة وسبعين مليار دولار وهي بالحقيقة مصدر غنى كبير للبنان يعني كل هالأموال هايدي بتصير بطل إلى قيمة لما صارت ديون للدولة وديون القطاع الخاص وصلنا لما الحال بطل الناس يقدروا يوصلوا لأموالهم بالمصار الطبيعي لأن أموالهم بطل موجودة أصلا يعني مش إنه بطل يوصلوا لها أموالهم للناس هي عند الدولة للي مدينين الدولة ومدينينه للقطاع الخاص وهذا عمل مصري في عادي يعني كل الدول العالم هاك بس لما بصر أزمة من هذا النوع معناتها هذه الأموال كلها بطلت موجودة عمليا وهذا الشي بيستتبع يعني إنهيار كمان نقضي صح؟ أولا في الضرورة لا لا أكيد يعني هو العكسي المشكلة بتصير إذا بديك كنا من زماني نقال إنه إذا نرجع من عيد تسعير الليرة ونبحث بهذا الموضوع يعني كحلف منهم ترخوا ممكن نتحاشى الإفليس بس الإفليس ما بيينكزنا من قصة الليرة بالعكس يعني الإفليس هو الأسوأ مشان هكي أنا عمقول يعني إنه إذا في خطي بس ألا بطلت اتاخت يعني هذي من سنتين ثلاثة كان ممكن نبحث بهذا الموضوع يعني إذا الليرة بيعاد تسعيرها كان بنصير الديون بنقدر بالديون بسنا نحن عم نفوت بحلقة مفرغة بسنا إذا شو بتأثر بمجال تاني لألك نحن عم نفوت بحلقة مفرغة يعني هو اليوم وقت نحكي عن عن إجراءات موجعة عن شو عم نحكي يعني خليني أعطي أمثل يعني أنا كمواطن خد لنشوف أنا كمواطن ما عم تصلي الكهرباء اليوم بالحال اللي أنا شايف فيها البلد على الأقل أنا عم بحكي بتقبل هذي الفكرة من أن يكون عم فكر أنه ممكن البلد رايح بس عنا شعب أنه بعد كم سنين يصير عنا كهرباء هي المشكلة مش بس هيك المشكلة أنه الناس لا ما بيتقبلوا الناس ما بيتقبلوا لأنه إذا بدك الطبقة الحكمة ومش نحن عمين بس نحن حكي طبقة الحكمة نحن سمنها الطبقة الحكمة عم يعتبروا الناس أنه هي مثل الطبيب المستلشي هي المسؤولة عن اللي وصلولوا يعني الناس صعب عليهم يتقبلوا أنه هني بده يدفعوا تمن الأنقاذ ويكون غيرهم هو اللي هدر أو هو اللي سرق أو هو اللي وصلوا لهون يعني هاي مش كتزابدك اللبنان وأنه بس يجدوا يتقشفوا بصيروا ياخدوا من الفقرة وهلأ وهلأ وهيك بده يصير طبقة يعني اليوم لأنه اليوم يعني إذا عم نحكي بعدنا عم نرجع على الكهرباء يعني الكهرباء هي نوع من هذا نوع من الفساد أو نوع من الإهمال والحالتين في ناس مسؤولين عنه يعني في ناس من 10 و 15 و 20 سنة وصل الوضع لهم دفعوا 35 مليار من أصل ديون الدولة بس للكهرباء ولو عطيوا كهرباء للناس وكسروا الدولة ووصلوا لهم والحل كان موجود يعني وبعده موجود عطول موجود كان وبعده حد أنا برأيي هلأ بعده موجود بس هلأ صرنا متل ما قلتلك وصلنا على مرحلة يعني إذا كنا من سنتين فينا نفكر بهدوء أكتر فينا نفكر بوقف التوظيف فينا نفكر بإجراءات التهرب الضريبة فينا نفكر بإجراءات ريئة هادية كانت ممكنة تب لا بيخلوا خلالهم للحفة بس اليوم ما فينا نفكر بها يعني ما فينا نفكر بهذه الأجراءات البسيطة صار بدنا إجراءات صارمة أكتر ومثل ما قلت حداً فينا سيتفعها الناس ما حداً هيفعها حداً تاني الناس لاخده ويتفعها يعني الكهرباء التوظيف يعني اليوم أنت عندك 15 ألف وحد عم بقولوا موظف فيتو بطريقة غير قانونية وبعدنا عم نسمع يوم عمين حكى فيهم طب هذا شو الحل فيهم أنا برأيه هو بالمبدأ الحل ينفسع في عقودهم كلهم بس فيهم ظلم يعني في ناس سالهم سنة سنة ونص بلشوا يشتغلوا بنيوا حياتهم عسل سنة بلشوا يشتغلوا بديكتش تقول لهم لا خلاص فسخنا مؤلم جدا هل انهيار الدولة يعني أفضل أو أنك توقفيها لا يمكن توقفيها يعني فيه إجراءات لح تكون مش بس موجعة ظالمة للناس فيها ظلم حقيقي للناس مش مسؤولين عن هذا الموضوع بس ما في حال تاني لأنه ما في حال تاني بقى صارت الخيارات التانية أسعب للناس بشو هي هالخيارات اليوم الموازنة عم بقول وزير المال أنه أنجزت وعمل فيها تخفضات معينة وهلأ كان بالسراية يعني حملها على السراية طيب هل تخفضات شو رح تطال هلأ نفوت فيها بند بند يعني لك هلأ كان عمين حكى كتير يعني بعدنا ضمن الكلام ما بنعرف مزبوط هو شو اللي بقترحه بس في وحدة من الاقتراحات وأنا سمعت أنه أحد مسؤولين اقترحها بشكل كتير جدي قبل أربعة أو خمسة شهر هي أنه يشيلوا عشرين بالمية لكل القطاع العام دفعة وحدة لأنه القطاع العام عشرين بالمية من المعاشاتهم نعم يعني نحن اليوم عندنا بنطفع للقطاع العام سنويا بحدود الست مليار دولار وهيدا الرقم بالنسبة لحجم اقتصاد لبنان ولما دخوله ورجع عمله سلسلة رتب والرواتب يعني عم يتراجع عن هي اللي كانت المشكلة يعني إذا بدك بدل ما يتراجعوا عن سلسلة رتب والرواتب ممكن يروحوا على هذا الاتجاه وللي كمان برجع بقول إنه كتير اتجاهات كلها ظالمة بس يعني ما في خيارات بقى هذه كتير اتجاه ظالم شو عم تشيله عشرين بالمية وللكل هلا بالسلسلة في ناس لحقون منيح في ناس ما لحقون يعني فيها ظلم بس هذه واحدة من الاقترحات أنه نحن اليوم إذا بدنا إجراءات سريعة على معلمك أنه بالموازنة أنا بعرف أنه تم اقتراحها قبل وحتى الهيئات الاقتصادية وغيرهم يعني ما نصحوا فيها قالوا أنه هاي دي بتعمل مشاكل ممكن الناس تنزل على الشارع هذا عم نحكي بوقت كان بعض الوضع يعني يمكن أحسن شوية هلا اليوم صرنا بوضع أصعب هل هل هدم يجرؤ يروح على هذه العملية؟ مبارد بس أنا بقول أنه صعب لقلك لا لأن إذا هن مش عم يجرؤ يروحوا على عملية وقف عقود للناس للي وظفوهم بطريقة غير قانونية للي بس هلأ من سنة لليوم لأنه هاي دون يمكن بعضهم جداد إذا هاي دون خطوة ما عم يتجرؤوا عليها كي بدون يتجرؤوا على الثاني؟ يعني منا مسحة العملية في قصة الكهرباء اللي كنت عم بعطيها الكهرباء ممكن يزيدوا التعرفة يمكن هاي بتقبلها لعنا شوي لأنه هني كنت عم يتفعوا للموتورات ما تكون تدريجية فيها تشي القول يوم لأنه ظرف طاري ولأنه نحن بم نحمل ولأنه النتيجة بتكون أصعب كتير من زيادة التعرفة اليوم ولو كمان ظالمة يمكن بي فيون يجي قولوا خليها نرفعها التعرفة بطريقة نوقف الخسائر للي هي مليار ونص تقريبا أو مليارين هلأ ارتفع أسعار بترول يعني سنة الـ 2019 الفاتورة للكهرباء بأعتقد لح تكون أقل شي بحدود مليارين دولار يعني كتير كبيرة وبالتالي ممكن يتأخذ هذا الإجراء ومثل ما ألت يا حضرت يمكن هلأ قصة الموتورات شوية بقصة العداد أنه خففت شوية يعني هي مش كافية بس خففت شوية بيقولوا طيب خلي استثنائيا خلينا ناخد هذا الإجراء يعني كل الإجراءات بدأ تكون سريعة وبدأ تحمل ظلم للناس نعم في تخفضات على المخصصات هيدا كما بدأ تصير وبعض منها يعني بعود للأجهزة الأمنية لك هلا كل المكامن الدولي فيه مطارح فيك تشيل منهم بس هاودي كلهم هال إذا بدك هالأمكين هاي مش كافيين لتعمل أنت يعني مش صدب تعمل اقتطاع كافي لحتى تكون تقولي وقفتها إجرائية لحتى أرجع أعمل الإجراءات يعني هلا نبارح مثلا مشروع القانون اللي رفعوا وزير المالية طبع الأعفاءات الجمركية ممتاز ممتاز هلا بعد ما في تقديرات قداش بيأثر بزيد يعني جربنا نحكي مع الجمالك نشوف قداش الإيميل فعلية حتى بالجمرك ما كتير عندهم معلومات لأنه هن مش عم يعملوا لهم حساباتها لأنه هوادي عم يفوتوا بمجانة وبالتالي ما عندهم حسابات دقيقة بس أكيد أنه بتساعد ولسبب بسيط أنه يبدو أنه هالناس للي كانت تاخد أعفاءات منهم جهات طائفية منهم جهات حزبية منهم ما بعرف يعني في كتير في عنا 431 بنت بهذا الموضوع هلا عم ياخدوا كانوا أعفاءات في منهم كان عم يستغل هذا الوضع ليفوت بضاعة تكون تجارية يعني عم يفوت بضاعة تهريب من دون جمرك ويتاجر فيها لأنه هي الأعفاءات معمولة لأنه نفترض لهذا لهذا الجمعية أنها تجيب هي لإلى البضاعة اللي بتعوزها لإستخدامها اللي هي كجمعية عم يستخدموها ليجيبوا بضاعة وينزلوها على السوق يعني هاي وحدة من مزاريب التهرب الضريبة وبالتالي أكيد كويسة بديكشوفي بس هدا لح يمرق المشروع الأنون يعني هل يعني احنا متذكر أنه جمعيات بس تهرب الضريبة بمعزل عن هودة المواد وهدا 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 هايدة قدرينيك مشوائي وهدا هدا جزء تاني هدا بده قرار سياسي يعني هدا بده قرار سياسي فهي ليش مش وادة بالموازنة كمان يعني أنه هايدة مشكلتك مثل قصة أنه بروحوا بشيروا 20% عشات العالم بس التهرب ولا ما هذا الناس اللي بيقلوا بس مشكلتك وين أنه أنت بيكتحكي عن وقف الفساد وقف الفساد يعني ياريت فينا بكبس تزور نام يعني حتى بالدول اللي بلشت بهيدا المسار أخدت 10-12 سنة وكانت جدية إذا بدأت بلشت إي إذا بلشت يعني هذا المسار إذا أخدناه ومشينا فيه بده كتير وقت يعني بده بالأول إرادة سياسي يكون في قرار أنه خلح نوقف ولما منبلش بهيدا المسار بده وقت طويل يعني هذا مش بكبس تزور في نام أنه لنقول يقططعونهم من معاشاتهم وبيشوفوا أنه مكامل الهدر موجودة يعني تهرب الضريبة اللي هولي ليش ما بيخدوا درائب على الأملاك البحرية في كتير يعني مكامل هدر صحيح هذا البلش فيه أنه الناس في لبنان يعني معقول يكون في تحرك شعب مقابل كل هالإجراءات ممكن لأن أنت وقت بيكتطلب من مواطن أنه يضحي حتى ينقذ البلد بدي يكون شايف أنه الكل عم يضحي و بدي يشوف أنه كانوا يعني أنه وصل لهون نتيجة نتيجة أخطاء هو سهم فيها بس هو المواطن ما تسهم بهذه الأخطاء هو تحملها ووصل له 20 سنة عم يتحملها وهلأ جاين دفعوا حقها هي هاي دي المشكلة حقيقة والبعض بعد شوفه ظاهر بزخ واسراف بمطارح بالوقت أيضا الطبقة الحاكمة إذا بدك لا تملك الجرأة أنه تاخذ الإجراءات وتقدم عليها لأنه هي بتعرف نظرة الناس لهالطبقة الحاكمة كيف يعني بيعرفوا نظرة الناس لألهم وهي مشكلتهم يعني لا قدرين يخدوا قرار جريئ ولا قدرين يتركوا البلد كمان ينهار بس هلأ تحت الضغط رح ياخدوا يمكن هلأ يعني هني مضغطين بمعنى أنه إذا نهارت البلد يعني إذا وقفت الدولة عن الدفع إذا وصلنا لها المرحلة الإفلاس وللي ببلش يقطار يقولوا أنه إربط ويمكن هي تكون إربط لأنه مؤشرات المالية كلها سيئة أكيد مفروض ياخدوا إجراءات مطبعا أقول لك أكيد الإجراءات الناس بدون يتحملوا يعني القسم الكبير منها سيتحملوا الناس أنه اليوم بديك توقف المخصصات لنفطري بلالنوة بلالوزراء كل هالأمور هايدي بس هايدي ما بتنقذ هلأ يعني هاي مطلوبة وهاي تحصيل حاصي لازم تصير وهاي إذا صارت يمكن بس هك لزر الرماد في العيون حتى الناس يقولوا طيب إني كمان عم بياخدوا إجراءات بس مش هي هاي بتوقف المشكلة هلأ حاليا مشكلة نوصلنا على الحفة لا يوصلنا حاليا على الحفة في مسؤولين عنها معروفة مسيرة الهدر والفاسيح في مسؤولين عنها بس وصلنا نحن على النقطة هاي لليس لازم ناخد فيها الإجراءات طيب في كمان مطروح إصلاح نظام التقاعد هلأ هيدا مطروح ضمن الموازنة ولا هيدا للمرحلة لاحقة أنا بأعتقدة ما نطرح ضمن الموازنة هلأ بدنا نشوفه بعد مطروح بالبيانة الوزارية لأنه قصة نظام التقاعد لما إجوا بعثة الممك الدولة ولما إجوا مكينزي اللي يعملوا دراسة الخطة الاقتصادية وكل البعثات اللي إجيت ظهرت بنظام التقاعد الموجود باللبنان وفي عندنا مشكلة كبيرة فيه وإذا بدك في مطرح يعني في مطرح معين يعني يمكن أولا بيطال بشكل خاص المؤسسة العسكرية نظام التقاعد يعني عندنا مشكلة هنا لا إصلاحي بكم يعني مش بالمؤسسة العسكرية لأ بس أنه لأن نظام التقاعد بالمؤسسة العسكرية شوية بيبين نافر أكثر لأنه في نظام طوارئ في خدمة السنة بثلاث سنين وبالتالي بيبين هذا الموضوع بيبين كأنه أكبر من غيره وبالتالي يمكن مشان هايك في ناس عم يتحاشوا هذه العملية هون بيقدروا يدقوا بها الموضوع يعني مفروض يكون مش عم ندق نحن واسة عسكرية بس مفروض يكون للكل يعني هني عم بيقولوا بالبونك الدولة إنه بوضي يكون في نظام تقاعد موحد لكل الولد ما معقولة بلبنان يكون فيه 3-4 أنظم التقاعد كل شئ بالقطاع العام إله يعني إله خاصة شو هي الإشياء الممكن بها النظام عدلوها مثلا بالنظام التقاعد بيتوحد يعني بيتوحد وبتصير الأرقام لما بيتوحد وبينحط على أساس علمي وعلى أساس حجم الاقتصاد بلبنان وشو وضعنا قدا فينا ندفع يعني قدا فيه يدفع لبنان مش قدا يبيستحق للي عم يقبل للي عم يقبل بيستحق أكتر ممكن وهذا حقوق الناس بس أدى فينا نعطي لحتى وما نأثر على البلد وما نوصل لصناله هلأ بنقل عليه بنعمل دراسي يعني مقتبسة من كل الدول اللي عاملوا نظام التقاعد موحد بيتماشى مع حجم اقتصادها مع أدراتها أدى فيها بس كمان يمكن الدأ بفئات فقيرة لا هو بيمشي للكل يعني بالعكس يعني بيمشي نظام التقاعد للي مترح ما هو مبهبت وزيد بده ينشال ومترح ما لازم يصير في نظام التقاعد بالقطاع الخاص للي ما عنده هذا النظام التقاعد لازم يصير نظام التقاعد والشيخوخة والحماية الاجتماعية وبالتالي بيصير في نظام وحد للقطاع العام والقطاع الخاص تقريبا ويصير كل الناس عندهم حقوقهم بالتقاعد حقوق منطقية إنه بالقطاع العام تستفيد مثلا الزوجة وبعد وفاتها وبيبقوا أهلا بدون درسه يعني مثل ما عملك يعني كل بلد يعني إذا أنت بتطلع على أنظمة التقاعد بالعالم بتطلع كل بلد عنده نظام يعني بختلف الأنظمة بس كله بيختلف كمان بالنسبة من بلد لبلد يعني ما حسب أدوراته حالنا بأوروبا لا لا ما هلأ عمقول كل بلد في عنده نظامه هذا نظامه بيكون أولا من سياسة الحكومة أداية بدها تكون رعائية هي قد تعتبر حالة رعائية للبلد واثنين أدوراتها يعني هاودي العاملين بدوا يتخذوا بالاعتبار وبعدين عمل نظام التقاعد يعني نظام التقاعد عندنا إذا كان عم بيساهم لنفتول عم بيكلف مليار دولار بالسنة بدوا يصير بكي يكلف نصف مليار يعني بدوا يعمل نظام وللكل وبعدين بطل حدا أن يشعر نفسه مغبون أو مظلوم يعني فيه فئات اليوم بتعتبر حالة مظلومة حتى بنظام التقاعد بتلاقي إنه هي بيطلع لها شي بسيط وإنه هي ممكن مظلومة وفيه فئات أخرى عم تتمتع بفائد كتير كبير وما بيتماشى مع حجم البلد وقدرات البلد القطاع الخاص يعني والقطاع الخاص هذا لا واحده القطاع الخاص عنده مشكلة هذا مش من مسؤولية الدولة مش على حساب الدولة لا لا بس الدولة إلى دار كمين بهذا الموضوع يعني أنت تلاحظه إنه ما فيه ضمان شيخوخ مثلا واحد بسيته تشغل ما بقى عنده شي عنون ضمان الشيخوخة عن تقدم مجلس النواب بس والله مرت يعني عطل بيترحوا فيه بس ما يترح ما قدروا يوصلوا ولا مطرح فيه بس هذا لازم يندفش يعني هذا بالعكس مسؤولية الدولة حتى بالقطاع الخاص مسؤولية الدولة لازم ينعمل نظام تقاعد وهذا نظام التقاعد لما بينعمل بطريقة علمية ما بيكلف الخزين وهذا بيكون مويل نفسه يعني مش نحن 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 نخترع شي كل الأنظمة بالعالم بتمول نفسها يعني وطرح ما بتمول نفسها بتنكسر وبيصير فيها مشاكل يعني عملنا إذا بتتذكري تجربة الضمان الاجتماعي طبع الفوق الاربع وستين عملنا له مرة ملنا له مرة نظام وندرب وندرب ووقف انه هو بيدفع هلأ رجع مشي هلأ عمله الشق اللي صار نمول نفسه هلأ صفت بعد الاربع وستين هلأ فيه ضمان اختياري صار فيه ضمان بيضل يعني الموظف بالقطاع الخاص بعد الاربع وستين بيضال يتمتع بالتقديمات اللي بيقدمها الضمان الاجتماعي اللي الخدمات عم بيحكي الصحية والطبية مش نظام الشيخوخة مش تقاعد مش راتب بعد فيه هذا الشق هذا العمل هذا عمله وقته النائب عاطفة جرين يكامل هذا ومش يوفه ومش شوف وضمان الشيخوخة كان هذا جزء تاني يعني بده يتاخذ غير درائب هو كان فيه عملين له نظام تمويل ومدروس باعتقل وكان عم يتقدمها يكون تناقش عدة مرات بس بتعرفي دايما مرات عالفاصلة مرات لمصالح مرات بشكل نزوة بيتوقف بيرجعوا عن جديد بيرجعوا ويتتابعوا فيه هذا النظام كان معمول ومفروض يمشي وبيمول نفسه وبيصير فيه راتب كمان للقطاع الخاص وبالتالي الناس بيصير في عنده النوع من الحماية الاجتماعية كلهم والدولة بالمبدأ الخزينة بتوفر جزء من هالأموال بيصير البلد تحسس فيه مساوية وعدالة وهذا اللي لازم يصير وهذا اللي قالولون يا كل البعثات اللي اجوا اطلعوا على هذا الوضع وبموضوع الدرائب عم بيأكدوا انه ما فيه يكون درائب يعني بشكل مباشر على الأقل لا لا الدرائب يعني يعني بعد فيه ندقوا مسلا بالتفيقاء يعلوا التفيقاء ما هي مشكلتنا بالدرائب هني يعني هني عم بيصوروها كأنه هني انه تعاطفا مع الناس ما بديوا يحطوا درائب هني بالحقيقة ما بديوا يحطوا درائب لأن بيعرفوا كل ما حطوا درائب المردود لحيصير أقل على الدولة بعد يعني يعني عملوا تجربة الـ 2018 والقبلة 2017 وحطوا حطوا درائب بقى أساس المشروع الدرائب سلي كبير من الدرائب بقى أساس الإرادات بدأت تتحسن بيأ معهم انه الإرادات تراجعت ويمكن بقيت أحسن الحالات بقيت مثل ما هي وبالتالي هني بيعرفوا انه بيوضع الأزمة الضرائب بيكون إلا مردود عكسي مش يعني ما بتساعد بالعكس بيكون في عندها مردود عكسي بيصير فيه إنكماش إضافي أكتر وبالتالي مش انهاك إني إذا قالوا ما بدنا نحط درائب يعني هني عم بيبعوها للناس بس إني ما فيهم يحطوا درائب لأنه بيصير فيه إنكماش أكتر وما بتعملهم شي ما بتساعدهم بشي ماليا ومشان هيك هون يمكن لازم إصلاح النظام الضريبة أو تعديله يعني يعني أنا برأيي مش إصلاح النظام الضريبة بدي يكون فيه إرادة سياسية بتنفيذ الألون إنه اليوم نحنا وقت منحكي عن تهرب ضريبة عن شو عم نحكي عم نحكي لأنه فطريد عن شركات موجودة بكل لبنان ما حدا بيطفى درائب يعني إذا بتطلع أنت بلايحة المدخول طبع الخزينة عن ضرائب يعني فيه حسابات للأنون فيه حسابات للدولة ولا يعني بتطلع بتلاقي إنه المصارف لأنه المصارف شفافة ومجبورة عم تدفع تقريبا ما بعرف يمكن 60% من حجمها للضرائب وهي بتشكل 20% من حجمها الأعمال يعني فيه 80% كان لازم يكون الرقم أكبر ب3 أضعاف أو 4 أضعاف وعم يوصلوا على الدولة معناها مش لأنه الأنون مش موجود لأنه مش هم يتطبق لأنه مش هم يتطبق هادرين يضبطوا أزبادهم بدا هادي من الفساد يعني هادي من مكامل الفساد اللي لازم تتعالج على سبيل المثال هادي وحدة من الاشي اللي لازم تتعالج بس بتبقلتلك هاي كلها مصار وثقافي وبدأ وقت يعني بتاخد هلأ نحنا بوضع ما فينا بقى ناخد هذا ما عنا ترى في الوقت وهدي كل التقارير الدولية على فكرة اللي إجوا كلوا يركزوا على الوقت يعني فريد بلحاج قالوا بقت سمين الرئيس البنك الأوروبة بتحكي عن التوقيت إنه هالوقت اليوم صدر بالبنك الدولي تقارير عن الاقتصاد لبناني حكي بعتقد عن مهلة التقاط الأنفاس قصيرة استعمل هالعبارة إنه مهلة التقاط الأنفاس قصيرة هو عم يحكي التقاط الأنفاس عن تشكيل الحكومة يعني اعتبر أنا برأيي هذا التقارير صادر يعني قديم شوية يعني ممكن جماعتين أو ثلاثة الأوراد لتحضر إنه كان فيه بعضه مفعول تشكيل الحكومة كان بعضه عامل صدمة إيجابية وارتيحوا شوية الناس وبالتالي هو عم بيقول إنه هيدا هيدا الارتياح للي عطي نعكس على الاقتصاد هذا أصير وقته أصير جدا لازم ينعمل صدمات إيجابية هلأ ويبين في مسار إصلاحي نعم هلأ بعد ما بين هل هناك كمان تخفضات يعني بدون يخفضوا بالوزرات بكل وزارة عنا عم يحكوا كمان عن 20% بس هاي كمان فيها فيها إشكالية وزارات يعني مهمة للحياة الناس هلأ ما هو فلع هو الإشكالية وين إنه نحنا عم نحكي عن ميزانيات الوزرات عم نشمل فيها للرواتب طبع الموظفين هالوزرات أو عم نحكي عن مخصصات الوزارة إذا عم نشمل للرواتب أو أكيد يعني شغلة كتير صعبة ما فيك تاخد رقم واحد لأنه في وزارات تقريبا ميزانياتها أنجق للرواتب بتكون وبالتالي في وزارات تاني عندها مخصصات حيوية وعم نحكي نفترض عن وزارة الصحة تحديدا للي هلأ الأموال مخصصة للوزارة ما عم بتكفي وهون بدي يفوت على نقطة خصصا إنه الوزير عم يقعد بإشي كتير بدي يفوت على نقطة مهمة فيه البطاقة الصحية وهي دي الكمان اللي تقدموا فيها من وقت الكيان عاطف مجدلاني يقدمها ومشيوا فيها ووقفت هاي البطاقة الصحية هاي كتير مهمة البطاقة الصحية بتخلصنا من هاي دي الكارسي طبع قصة الوزارة وكي بدي يفوت حساب الوزارة وقدامي زانية الوزارة البطاقة الصحية كمان هاي دا مشروع فيه تمويل ذاتي يعني كل المشروع عم نحكي فيه هون عم نحكي عن تمويل ذاتي لا يحمل خزينة تبعات إضافية ولا أعباء إضافية هاي دا المشروع كمان لازم يتسرع هاي دي كله مشاريع لازم يتسرعوا بس دايما عم حوروا دوروا ارجع اقول انه انه كل هالمشاريع كل هاي دي بده وقت يعني كله بتنحط عالسكة وتمشي بس بالانتظار بده ناخد إجراء معين يعمل يعني يساعدنا بسرعة تنوقظ الوزارة منوقة قبل منوقة وبعدين نرجع منكمل وبهذا اذا بتلاحظ حاكم مصرف ابنان كان عم ياخد كل هالإجراءات بقصة الليرة بهذا الهدف يعني هو كان عم يعمل سموه الهندسات المالية وكان عم يعمل كل هالإجراءات ما كان عم يعملون على أساس انه هني هاوضي الحل كان عم يعملون انه هاوضي الأداة التي تسمح للبلد انه يستمر انه يستمر ما يقلب بانتظار تكون السلطة الحاكمة حزمت أمرة وبلشت بالإصلاح وبلشت بالمصار الصحيح ومع الأسف من سنتهل اليوم بياخد هالإجراءات وهم مكلفة لألنا وبعد ما ما صارش استاذ أنتوان فرح اليوم يعني اذا وضعت أرقام بالموازنة وقرت تم التوافق عليها يعني هالأرقام عم بتكون يمكن عالورق شي عالتطبيق شي يعني شفنا بموضوع السلسلة شو الأرقام اللي كانت وشو عالأرض كيف منا نضمن انه تكون الأرقام مصبوضة هادي المشكلتنا انه صارت مصدقيتنا كمان مشكوك فيها يعني بيحكوا عن الواردات بتكون الواردات نحن خلينا نذكرك بشغل بال2017 كان عندنا عجز بحدود لأربعة مليار ونص بالسنة وجينا عم نعمل مؤتمر سادر وكان الشرط الأول انه نخفض هذا العجز وانه بلش نشتغل سنويا على واحد بالمية قدمنا موازنة 2018 بمؤتمر سادر وما ضغط علينا ما كنا عملنا بعجز 2017 على ان نبدأ الخفض بال2019 اتبين انه بال2018 بدل ما يكون العجز مثل 2017 طلع بشكل مرعب يعني طلع من الاربعة مليار ونص وصل للستة مليار فاصلة شي يعني فرقة مليار وخمسمية او مليار وستمائة مليون دولار وهيدي ضربة مصدقية الدولة ضربة مصدقية الارقام اللي عم تقدمه الموازنة والمؤصف انه هني لما قدموا الارقام كانوا عارفين هدا الشي يعني مثلا على ذلك كان في دفعات بدون يدفعوها بال2018 شي اللي هو حطوها على 2019 كان في قصة الكهرباء اللي بيعرفوا بدتكلف مليار ونص ومليارين حطوها 600 مليون وبعدين رجع اطراهنا بنصف السنة نرجع نكمل نرجع ندفع نرجع نحطه يعني هدا نوع من تحيل على الجهات المانحة تحيل مكشوف وما بعرف اذا حدا نصدقنا او هني مرة قوة انه على امل نرجع نحزم قبرنا ونبلش نشتغل صح طلعنا من تماي بالمية من حجم الاقتصاد لأجل 11 بالمية يعني اذا مرة قوة قبل هلأ ما بقى هلأ ما بقى ما فينا ما خص هلأ بدلت مشكلة عندهم صارت مشكلة عندنا يعني اذا نحنا ما مرقناها ممرقناها نحنا لحنقل والمر يعني ما قصي ترقم بكرة بيطلع من 11 لأ في مشكلة بصير نعم كمان في موضوع وحضرتك استاذ أنتوان فرح كتبت عنه عدة مرات التصنيف المؤسسات الدولية هون كنا نطرين يمكن تصنيف بعد الثالث صحيح فيك تشرح لنا التصنيف وشو بيأثر يعني على ديون لبنان نعم هو لكن اللي صار أولا موديز موديز قبل تشكيل الحكومة بفترة كتير قصيرة عملت عملت تقرير جديد عن تصنيف لبنان وخفضته لدرجة سي وهيدي الدرجة تعني تقريباً أنه مش بس غير قابل للإستثمار تعني أنه قرب من من إمكانية الإفلاس أو أنه الدولة تصير ما قادرة بباطة تفاعلونها هذا التصنيف كتير خطير اجي ترجع بس تقريرها بعد ما كانت تشكلت الحكومة وبعتي توفد موديز ما بعتي توفد على البنان يعني عملت التقرير بناءاً عشير سمعته ويمكن يمكن تصريح وزير الماليه كمان سيعت بهذا الموضوع بوقتها نفهم غلط سيهن ستندر أنت بورز رجعت عطيتنا تصنيف بي بقينا على التصنيف على البي بقينا نطرين هلأ فتش لأن بالنظام هذا العالمي تبع التصنيف بديك تنام من أصل ثلاثة إلا يعتمد يعني نحن هلأ بالعالم بعضهم بيتعامل ومعنا أساس بعدنا بي مش سي هلأ إذا أجت فتش وعملتنا تصنيفنا معنى تنزلنا للس وهلأ بي إن فيهنا تبعات وإنت بيطلع هذا التصنيف ما عنده توقيت وهني بعد ما بعثوا حداً على لبنان لحتى نقول إنه في مؤشرات بس بيضلوا خطر لأن مثل ما اكتبت أنا مرة إنه ممكن مثل ما عاملت مودس يعني منذهم ما يبعتوا ناس يستطلعوا الأرض ويحكوا مع الناس ومع المسؤولين ويشوفوا ممكن يصدروا تقريرهم بناءاً على المعلومات المتوفرة عندهم وهذا بيكون كتير خطير إن شاء الله لأ وبالتالي إذا أصدروا فيه بيصير فيه أولاً التبعات الأساسية بتبلش عند القطاع المصرف اللبناني وعند القطاع المصرف اللبناني بتنعكس على الكل يعني بتنعكس على أسعار الفوائد لليه دجاً كتير مرتفعة هلأ تعتبر وبعدها إتبال ممكن تتتفع أكتر بتنعكس على ربحية المصارف اللي بكمان بتصير عندها مشكلة إنها تدفع كل الأعباء اللي عليها لأنني بتعرف عداش عم تدفع ضرائب يعني كل الرق هلأ القطاع المصرفي وحماية الليرة والأموال والعملات الأجنبية كلها بالقطاع المصرفي نعم إذا بديك تحمليه أكتر معناية تصارفي عندك مش اللي بتنعكس على كل الاقتصاد يعني بطلوا هني هلأ حالياً ما عم يقدروا يعملوا يعطوا كروض بصير الكروض أكتر بجزء من الأموال وبالتالي بيصير وضعنا كتير صعب وكمان خليني قول شغلي بس هون إنه التصنيف س يعني لتعرفي قديشو خطير إذا بتطلعي عليحة الدول العالم كلها كل دول العالم بتلاقي إنه في عنا بس خمس دول يمكن تصنيفهم س وللي أنا ما بتذكرهم مدك أشكر يعني دول دول أنت يعني اسمهم بيعني لك إنه دول متخلفة هؤدي الخمس دول هؤدي بس الواحدين س وكل الباقيين بيوطلوع حتى مصر يعني تحصن تصنيفا مؤخرا طلعت بلاس يمكن صارت منيحة كل الدول يعني كتير تصنيف تصنيف كتير سيء وبخوف بخوف بخوف وفيه إلو طبيعات وحتى المصارف المرسلة للي بتتعاون مع المصارف البنية كمان بده يصير في عنده شروط أقسى للتعامل مع المصارف وبالتالي لا إن شاء الله ما نوصلوا بس بدون يعني حتى ما نوصلوا بدنا نعمل يعني نعطي إشارات إيجابية على الأقل بتلقى صدمة الحكومة واعتبروا إن لا بعض الأمور فينا نعمل لهذا لازم مننا نعطى نعطى إشارات إيجابية حتى إذا بده يصير في تقرير للتصنيف يظل معتبر إنه لا بعد فيه أمال ويخلينا على التصنيف به حكيت حضرتك عن مصرف لبنان يعني والإجراءات اللي كان عم يخدها نعم يعني هي يمكن نسافزوا حدين وبنفس الوقت تدولة مؤسرة بالقيام بوشبيت ونحن ما ننسكر هالتقصير بطريقة من الطرق كان فيه مثلا البنك يقف يقول خلص أنا ما فيني أعمل كل هالأمور لأنه نهي المشكلة ما نحنا اليوم هدي مثل مبتوق على المصيبة لأنه فيه ليرة وفيه المخزون بصير الكلب بيكب على غيره يعني لما كنا عم نتمتع من 20 25 سنة لليوم باستقرار نقدي وكروض مدعومة حركة كل مصرف لبنان لتحريك لحركة الاقتصادية وكان فيه عنا صار نمو وإذا بتتذكر إلى 2008 2009 2010 وصل النمو عنا لنسبة 8 أو 9% سنويا كنا بعض كتير مرتاح وكان وضع عنا بالعكس يعني كان فيه حماية اجتماعية كان وضع الناس مرتاح كل هاودي كلهم يعني كانوا عم يتنطعوا فيهم لبنانيين هلأ بلش عم يسمع أصوات بلش يفتشوا ويشوفوا وهم يكبؤوا مسؤولية وجزء منهم عم يكبؤوا على مسرف لبنان يعني مش بس يعني هذا مش بس خطأ إذا بديك فيه تحامل على هذا الموضوع أو فيه تهرج مسؤولية مسرف لبنان اتمالت لك يعني أولا حمل وضع على 20-25 سنة وبهودي الآخر سنتين عم يشتر الوقت هذا أنا كتبت كمان مرة عم يشتر الوقت يعني عم يشتر الوقت للطبقة الحاكمة للي هي عم توضع لحاكم مصرف لبنان إنه لح تحزم أمرة وتبلش إصلاحها بس قدا فيه يشتر ساعدنا لأنه يمكن لأول مرة بالفترة الأخيرة بنسمع تصريحات لحاكم مصرف لبنان بهالطريقة كان دايما يقول مطمئني ومطمئني يعني صار عم بيقول لا لازم تعمل واجبات صار لأنه صار مخنوق صار مخنوق وهو بيعرف الوضع كيف يعني هو اللي عم بيساعد وهو اللي عم بيشتر الوقت وبيعرف قداش كلفته هو بيعرف هذا الشيء وهو بعده متأمل إنه الطبقة الحاكمة لابد من إنه يعني تعتبر إنه صار فيه خطر فقلي وتبلش بعملية الأنقاض وبعدني بقول إنه حتى هلأ وبوضعنا كتير سيء عملية الأنقاض بس هلأ قدت للك صارت موجعة وظالمة بس لابد منها كمان لأنه اللي بنصله بنرجع بعدين بيصير أظلم وموجعة أكتر واللي نحكى بالصحف لقصة الأرقام بمصرف لبنان هي عملية داخلية مقلة عليها يعني تسلط الضوء عليها بطريقة سلبية وكأنه مقصود إنه إذا بدي للأزى بهذا الموضوع أو بالحقيقة لا ما في شي بيخوف وهي هادي عملية داخلية بالحسابات يعني مثل واحد حط بالواردات وشار من النفقات أو حطهم هون حسب المعايير الدولية المطلوبة بالمحاسبة هاي مقلة عليها بس بالمقابل في عنا مشكلات يعني حتى خروج الأموال من لبنان موجود هلا قدي الوطيرة تبعوله وقدي حجمه ماني أكيد وما بعتقد إنه كتير كبير بس بعضه موجود يعني فيه أموال عم تظهر من لبنان فيه ناس بعدها لو ما بتسمع على إنه انهيار عم تفزع ويمكن من حسن حظنا نحنا لأنه حتى بالليرة بالليرة وبالدولار مش بس عالدولار من حسن حظنا إنه هالإجراءات بالعالم إذا بدك يعني مربطة شوية للرسامير يعني مش بالسهل أنت فيك تخدي أموالك تظهر فيهم لبرا يعني يمكن لو هالموضوع مسهل كنا شفنا كمان عملية خروج أكبر منيحكت الخير قال الله إنه هلا الأمور مش كتير مسهلة يعني ما فينا بالهين نطلع الأموال لبرا لحتى تضل أموال مقبولة هون لحتى نضل نقدرين صمدين على أمل إنه بلكي بدأ نوصل للأنقاذ إن شاء الله بعد فيه الموضوع يعني حب شوية أسألك كمان عنه بالتفصيل موضوع الكهرباء الخطة نعم لأنه عم تنبحث هلأ باللجنة الوزرية والخميس مبدئيا جالسة المجلس الوزراء ويمكن تقر بالخميس رح تقر ناكي هلأ قصة الكهرباء أولا بشكل عام الخطة اللي هلأ عمز الدرس النظرة النظرة اللي إليها خارجيا على الأقل نظرة إنه ما عم بيصده يعني كل ما يجوا يطلوا على وضع الكهرباء وكيفية وشو عم بيصير ما حدا عم يقدر يستوعب هذا الموضوع ما حدا عم يقدر يصدق ما حدا بيصدق إنه خطة تحتاج لنفترد إلى مليارين دولار لحتى تتنفذ كل سنة منتفق سارة مليارين من 10 15 سنة وما حطيناها المليارين وعملناها الخطة وعملنا نفذناها يعني في مشكلة كتير كبيرة هلأ بيناتنا بتخترد فيها السياسة بالحسابات الخاصة بالمصالح بين كيات بتلوا ديك سميها بس كلها عم توصى عم توصلنا لهون يعني هلأ بآخر شي صلنا سنتين ما هيك أو تلاتة كنا نعمل الخطة من سنتين أو تلاتة بعدنا بموناكا فات وما عم تمشي هالخطة يعني لا بدي حمل ما في خطة لحطتها الوزيرة عبستاني ما بدي حمل مسئولية للخطة ولا بدي حمل مسئولية للي عم يعترض عليها يعني اللي عم يعترض عليها موحق وللي حاطت الخطة بيقول لازم نعملها كمان ما هو حق بمعنى انو الخطة لازم تمشي يعني قد ما تكون كلفتة كبيرة ازا بدي ضل اقل من انو نحنا نضلنا بهذا الوضع هلأ في قصة البواخر يعني فيها هي فيها صغرات ما هيك في قصة مثلا فيها قصة الاستملاكات اللي مبلشين يحكوا فيها انو يمكن فيها كتير غالية انو كتير غالية خلينا نقول فيها علامة استفهام على الاستملاكات طيب عالي ازا فيها علامة استفهام خلينا نعليشها بسرعة يعني ما نترك عام يحكوا دي خفضوا الرقم عالي في قصة البواخر في قصة البواخر البواخر ان كانت جيدة او سلبية بغير بغض النظر البواخر صار في علامة استفهام شعبية طيب عام خلينا نلاقي حال على الاقل نريح الناس يعني انو وين مشكلتنا احنا يعني ما يجيبوا بواخر بفضل الانتقالية انا برأيي انا برأيي ببعرف اذا القوات طرحوا او اي الطرف يعني خليكم في شركة عالمية لاللي بدأ تاخد هذا المشروع تتولى هي هادي العملية يعني هي بتجيب بواخر او هي بتجيب مطارية صغيرة بتحطها او هي بتجيب يعني هي تأمن الكهرباء المؤقتة ضمن العقد اللي بدأ نعمله واتفاق يكون شيء من هذا الموضوع نرتاح ونريح الناس من علامات الاستفام وبطل في حدا اللي يقول لت تاني هون في مصلحة وهي درتنا وهي نفقتنا يعني هي هلا يمكن الخلافات على المرحلة الانتقالية هاي دي عم بيرجز عليا انه قداش بدنا نتكلفنا وانه نحسن هاي عم بيرجز عليا زيدي على هالشي بنزيد الخسارة الى هدري نيه زيدي على هالشي انه في هادر كتير كبير يعني هدا معروف بس هدا كمان كمان بدي تتاخد في القرار الهدر شوف في هادر فني وهدر تعليق وسرقة كهرباء وعدم دفع الجباي يعني هاي دي كلها بدأ قرارات تتاخد اليوم لقطة يوقفوا التعليق وسرقة الكهرباء كيف بدون يعمل بدى يكون فيه طبقة حكمة او سلطة تاخد القرار كلها وبطل فيه حمايات باي منطقة وبتنلخل بكل بساطة بس اليوم حمايات موجودة وينما كان وما حدا نقدر يوقف سرقة الكهرباء على سبيل المثال الهدر الفني له موضوع تاني الهدر الفني بده خطة بده خطة الشبكات صارت قديمة صحيح وفيه مطارح بده وصلات وفيه مطارح بده خطة فنية بس الشئ اللي هداكي متل كالكهرب الضريبة بده قرار سياسي يتاخد لنوقف على الاقل هيدا الهدر كمان بهذا الموضوع نعم ومشان هيك عمقول انه قصة الكهرباء يعني كمان كمان الكهرباء بده قرار بده قرار ويمكن متل ما عملك انه ازا بيتاخذ قرار واضح بيقنع الناس يعني الناس بيحسوا فيه خطة بيصيروا حتى يتقبلوا اكتر قصة التعرفة زيادة التعرفة من هلأ مع انه الناس ما كانوا متقابلين ونطرين وبدنا 24 ساعة حتى بدنا نتشيل الموتور لنا ندفع تعرفي بس يمكن بيصير افضل ويصيروا الناس يتقبلوا اكتر اذا بتقدمينهم خطة هني على الاقل شعبيا بيحسوا انه هايدي خطة جدية ومكنعة وما فيه علي علامة استفان نعم وبده يكون فيه خطة زمنية يعني احنا اليوم بالالفين وعشرة قالوا لنا بالالفين وخمستاش انه الكهرب اربع وعشرين بصرنا بالالفين وتسعة عشر وانا اتا كمان الناس ما بتصدق بالهين يعني الشي اللي بينقال بقى لازم يكون فيه خطة زمنية القطاع الخاص كمان يعني فيه هو اصلا محكي انه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام هيدا اهم شيء البي بي 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 صحيح وهيدا ما بنعرف شو دور يعني لانه اذا القطاع الخاص بيحاولوا يعطوه دور اكبر بهذا الموضوع اكيد بيكون الموضوع افضل بكتير بس كمان بعد في عنا اطراف سياسيين ما بعرف يعني ما بعرف ليه بعدهم ما كتير مرتحين لقصة القطاع الخاص مع انه هي العملية باعتقد انه ما في حل الا بالقطاع الخاص بهذا الموضوع يعني حتى حتى السلولار وشبكات الخلية ويجب ترجع بالاخر نعم يعني فيه قطاعات ممكن يجيب مننا امويل مثل ما اتحدثتك الاتصالات لازم ترجع تروح على القطاع الخاص اولا بتغني الخزينة والخدمة بتتحسن من دوما يدفع المواطن كلفة اضافية يعني كله عم يفزع من الكلفة الاضافية عالمواطن او على الاقل هيك بقوله ما في كلفة اضافية عالمواطن فيها تكون كلفة اقل اصلا هلأ الكلفة غالية بس هي المشكلة ايه صحيح بس هي الخوف انه يكون هاي دي عم يتستروا فيها وتكون العملية ما حدا بده قطاع خاص لانه بالقطاع الخاص ما في فساد ما في واحد يوظف واحد يعني بتاع في زبائنية بالا هيدا الموضوع يعني كل القطاعات العامة والقطاع العام مصل لها الدرجة من الانتفاخ لانه في زبائنية وفي فساد ولأنه التوظيف هو على أساس سياسي وعلى أساس خدمات إذا كانت الطبقة السياسية شايفة أنه هي ما إلى مصلحة تسلم القطاع الخاص لأنه بتفقد هذه الورقة وبتتغطى بأشياتين لتقول مواد القطاع الخاص هذه بيصير لنصيبة بس ما بعرف قداش بعد فينا نتحمل هذا الموضوع القطاع السياحي مع القرار يعني الألول السعوديين ما بعرف قده رح يتنفذ بالنهاية لك هلا أولا سعوديين قالوا أنه رفعنا الحذر يعني هني أولا السعودية مش حذر على البنان السعودية كانت عاملة تحذير لرعايةها من زيارة لبنان يعني يمكن بعتقل دولة الإمارات عاملة تحذر رسمي يعني فيه تبعات قانونية على الإماراتي الذي يزور لبنان السعودية ما كانت عاملة حذر هلا استعملوا هذا التعبير تسهيلا لليفهموا الناس أنه هلا إذا فيه أرار سياسي بالسعودية يعني هذا ما أنه أرار سياحي أرار سياسي إذا فيه أرار سياسي بالسعودية وراد سياسي لبناني كمان إنه بدون يجو ما هنه القرار عندهم يعني هنه القرار أخدوه لأنه البضع اللبناني حسوا إنه بطل يسمح إنه إنه هنه يجو على البنان إذا هلا عندهم صار شعور إنه هن قدرين يجو على البنان وبدون يجو على البنان بدون يدعموا لبنان هنه متل ما هنه هدا بعتقد إنه هينه كتير يعني السياحة السعودية وخصوصا إنه هلا يمكن فيه مشاكل مع تركيا كمان بتساعدنا شو سعودية تركيا بعتقد هذا الصيف ممكن يكون واعد بها العملية أما إذا ما فيه قرار سياسي وكان الكلام بعضه يعني مجرد كلام أكيد لا أكيد لا يعني الخليجي لوحده مشتح يكون كتير محمس يجي على البنان بده قرار سياسي وبده إذا بدك الأمراء عنده الناس الكبار عنده للي كانوا يجوا على البنان هن اللي بدون يقولوا يلا وهن اللي بدون يجوا معناتها بيكون صار فيه قرار بدون يجوا على البنان عم مقرأ هلأ خبر أنه نقلا عن جنبلات أنه الحريري غير مستعد للدخول بخطة كهرباء عليها خلافات سياسية وأتفق على هذا الأمر مع البنك الدولي كان زاره لأنه البارح بعتقدها الحريري وعم يحكي عن الموضوع وكل حال رح نشوف شو رح تطلع اليوم اجتماعات اللجنة فيه يحي بيان بعد الاجتماع كمان فيه اجتماع تالت بكرة عم بيقول لوزير الإعلام لننتهي من باقي النقاط والجو إجابة والأمور تسير في الاتجاه الصحيح يعني بعضهم محتاجين على بحث بخطة الكهرباء هلأ هي عم تنبحث باللجنة الوزارية مفروض لما بتخرج الوزارية كون خلصت لأن اللجنة الوزارية بتنسل كل الأطراف جوا وبالتالي يعني ما بتطلع من اللجنة الوزارية مفروض تكون صارت تقريبا جاهزة بس مثل ما فاتني كلام كم جنبلات أنه خلافات سياسية خلافات سياسية يعني ما حدا ما في طرف إلو حق يحكي هلأ أن يعمل خلاف سياسي عموضوع حيوي وموضوع بتعلق باللبنان وبإنهيار البلد ما إلو حق بيعي تصير في خلافات سياسية أنا بفهم يصير في خلافات تقنية خلافات أيها الأحسن بس مش خلافات سياسية خلافات سياسية بتهني إنه بعضنا عم نحكي بمصالح سياسية وعم نحكي إذا من نجي حدا للفريق أو لا أو إذا بالعكس نعتبر أنه نقوله مصلحة بدا نوقف له إياها يعني مش فقط يعني عم يحكي كمان على الجنبلاط عم يحكي هون نعمل حوار مع الأنباء إنه البنك الدولي يضع بعض الشروط بتخفيض الإنفاق ويجب بدء من رواتب الوزراء والنواب وإجارات الأبنية الحكومية وإعادة النظر بالتدبير رقم 3 في الجيش هذا حكينا عنه كمان صحيح هذا التدبير رقم 3 صحيح يعني هلقصة الوزراء والنواب هاي دي مثل ما عم يقلك هي يعني معنوية أكثر ما هي هلقدي مش هلقدي حجمة كرام حجمة مش كبير بس معنويا بس من كلمة لترح شواب يفعله بعدين معنويا للناس على الأقل على هذا اللي عم تجي تقليره أنا بدي بدي أظلمك وبيدي أطلب منك أنت تدفع حتى قدر أنا ما أنهار على الأقل يكونوا بلشوا بالطبقة اللي هو بيعتبروا أنه هني مسؤولين عن هذا النهار الأقل اللي بنشوفيها ولو ما كان حجمة كبيرة وموضوع النفط لو كان يعني ما بيقروا تأثير مباشر ما عاش سمعنا شي عن الموضوع النفطي لكن الموضوع النفطي معقد بأي معنى الموضوع النفطي بعدنا متشبكين بالموضوع بين البلوكيز طبعا مع إسرائيل وبين كيف ودا نصدر يعني مشكلة النفط إذا ما عنا تسويق إذا ما وصلنا لخط التسويق النفط بيضل بأرضه يعني ما له قيمة بيصير فينزويلا أكبر احتياطي نفطي بالعالم ولا جعانين ما هيك يعني ما لعليقة بديكتاع النفط إيران نفس اللي صار عليها عقوبات عندها مشاكل صار اقتصادية كبيرة وبالتالي النفط أهم نقطة فيه هي التسويق والتسويق يعني أنه بدنا نوصل لاتفاق نحنا وقتل بدنا نطلع الغاز ولا اللي هو أكتر من النفط يمكن لم ي بدنا نبيعه وكيف بدنا نبيعه وهذه هي المشكلة الأساسية يعني إذن سبقونا يمكنك سبقونا بكتير وبعدنا يعني بعدنا عمشيين كمان ببطق ما بعرف إذا نحنا عن قصد أو بل كده هون نسي ضغطات دولية ممكن مشان هيك عمقولي ما بعرف إذا عن قصد لأنه في مشكلة فيها يعني بالنتيجة لازم يكون إلنا محل نقدر نسويق هدا الغاز إذا ما قدرنا لقيه لحالنا محل نسويق الغاز لقلنا مشكلة لقلنا مشكلة ما بعمل نشي هايدي السروي يعني كمان راح تبقا إذا بدك وبعدين مثل ما بقول دائما إنه هدا النفط والغاز قد ما يكون تسروي منيحة ما بتعمل شي إذا بيضل فيها الهدر والفساد يعني هايدي مثل مظلنا محلنا وبرجع بعطي المتال فينزويلا نعم الأكبر احتياطي نفط هي الأفقر بالعالم يعني مش هيدا المئيس نحنا قربت حلقتنا تخلص يعني شو فينا هيك نختصر بين نهاية الحلقة خلينا نقول إنه خلينا نقول إنه إنه لازم يصير فيه إجراءات وللي عم يحكي عن الرئيس الحريري الإجراءات الموجعة أنا بأعتقد لابد منها بس لازم يرفقها إجراءات تانية كنا عم نحكي فيها إجراءات توحي بالثقة للناس يعني وقت اللي بدك تاخذ إجراءات موجعة على الأقل يكون فيه إجراءات توحي بالثقة إنه هالمرة والله مخصصات الوزراء مخصصات النوة مطارح الهدر الجمعيات اللي هني 500 مليون 80% من ممكن هالجمعيات تتوقف يعني يتخذ إجراءات تخلي المواطن اللبناني يرتاح شوي نفسيا ويشعر حاله إنه هو معنى ومستعد شوي ساهم بهذه العملية الأنقذية وإلا بدون هيدا الموضوع أكيد المواطن اللبناني بده ينزل على الشارع أو بده يعمل ثورة وما مستعد يدفع من جابته ومن دون ما يحس إنه فيها الطبقة الحيكب إنه هي مسؤولة عن انهياره أخذ إجراءات تأمل يعني بلك الضغط بيوصل لحال شي مرة وصلنا على الآخر الضغط الكبير هلا إن شاء الله نشو كيف لا ينتهي لا ينتهي بشكل صحيح أنا بدي أشكرك أستاذ أنتوان فرح شكرا لأي أحضرك لعنبي صوت لبناء بمشاة المنسى أهلا وسهلا فيك شكرا بدي أشكر كمال المخرج بير جامو وزميلتنا كارول كرم اللي ما بترفقنا بالإعداد كنت معكم بهالحلقة إلا نزغيب عيسى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة